طيب يا سيد علي ضيفنا من بيروت أين أصدقاء لبنان يا سيد علي بداية تحياتي لك أستاذ محمد أهلا بك لضيفيك العزيزين وللمشاهدين الكرام يعني لبنان ببساطة يجب أن يساعد نفسه حتى يمكن أن يستطيع أن يتقبل أو مساعدة الآخرين بالتالي الأزمة لا شك أنها ترتبط في الشكل يعني هناك أزمة داخلية هناك جملة شروط وضعت شروط موضوعية لم يضعها الخارج بقدر ما وضعها الشعب اللبناني من خلال الانتفاضة بمعنى أن هناك مطلب تشكيل حكومة مستقلة خارج نظام المحاصصة المعروف والذي أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم البدء بالإصلاحات ووضع خطط من أجل وقف الانهيار تمهيدا للبدء بعملية النهوض إذا صح التعبير بالتالي هذه الشروط التي يفترض من السلطة القائمة أن تبادر إليها ما نراه اليوم في الشكل أيضا أن هناك مشكلة رئيس الحكومة اللبناني يقول أنه لا يريد أن يعطي الثلث المعطل لفريق التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بطبيعة الحال يصر على فكرة أو الفريق وصهره جبران بسيل والتيار الوطني الحر على الثلث المعطل لا يمكن الاقتناع بأن هناك فعلا المشكلة تكمن هنا ببساطة إذا الانهيار الذي يعيش اللبنان فيه وإذا التدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي وإذا الدخول في مرحلة أمنية عبر عنها اغتيال الباحث لقمان السليم لا يمكن أن تكون المشكلة بهذا القدر على رغم محاولة كل الأطراف وضع هذه المشكلة هي الأساس لذلك أعتقد أن الشرط الأساسي لتدفق المساعدات للبنان هو أن يكون فعلا هناك قابلية لاستقبال هذه المساعدات وهي ليست متوفرة حتى الآن